موسيقى أول شي نحن عملت صفحة شباب كسروان من بعد ما انطلقت من ضيعة إحراج اللي هي بعالي كسروان قررت اشتغل تنمية محلية أو مثل ما بيقولوا الصحافة الفعالة مش بس انقل خبر وخلي فيه ترابط بين المكيم والمخترب وبين السلطة المحلية والشعب قررت لأ انزل على الأرض شوف مطالب الناس وين قدر ساعد يعني أكيد الإنسان ما بيقدر يساعد بكل شي فعم بحكي على صعيد شباب كسرواني اللي اليوم بيبلغ عدد متابعينها أكتر من 164 ألف وتخطط الجغرافية الكسروانية يعني فيه كتير ناس بيتابعوها من برات كسروان وابتنقل كل الأخبار وبالخارج فأنا انتقلت لهذا العمل التنموي يعني إذا بديك إذا فيه مشاكل إن كان عم نحكي جوار أو شي خاص به بقلب بلدية أو منطقة عم نكون نحن مثل سلة واصل عم نتعاطى بشكل أنه نحل المشكلة يعني إذا عم تكون سلة واصل بين الدولة أم بين البلدية والمواطن صحيح يعني بالنتيجة بدنا كلنا ناكل عنب يعني مش نقتل النطور صحيح فمنشتغل إنه نساعد المواطن ومش بس نجي نعمل سكوب إعلامي عم نجي نقول فيها المشكلة خلينا نحلها نحن وياكن والخبر اللي حلو بيكون إنه هيدا نحلت مش هيدا موجودة وإلا سنين ما عم تنحل هيدا على صعيد شباب كسروين موقع جديد وهي هو موقع بشو بتميز هو موقع موضوعي صوت الشعب صوت الناس منه لأي طرف سياسي هلأ أيام في ناس بيقولوا يه بيّن هيدا الشخص ما بيّن هيدا الشخص بيّن هيدا الحزب ما بيّن هيدا الحزب هيدا الألغوريزم الفيسبوك أو اللي هو اللي عم يمرق عنده بس نحنا بالنتيجة موقع موضوعي شامل كل الكاتيجوريز إذا بدك توجيهي بدنا نحكي عن أعلام التوجيه اللي عم تعتمدوه من خلال الموقع يعني أنا بقامن بالأعلام التوجيهي إنه مش بس اليوم أنت عم تنشر خبر ولا بس عم تنشر دراسي بدك توجه الناس وبديك تبرزي للناس الحقيقة بشكل إنه مش على إياسهم أو إياسك لا بدك تحط الواقع متل ما هوه وتقالي لهم هيدا منيح والهيدا منيح لأنه واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة مش بس ننشر الخبر لنجيب أكبر عدد ممكن من الريدرز أو ننشر الخبر لأنه مجبورين نحنا كموقع أخبار نحط حي الله فاليوم انتقاء المواضيع عشو بترتكسوا لانتقاء المواضيع يعني بترتكسوا لتعالشوا مواضيع اجتماعية مواضيع سياسية هلأ نحنا الموقع في كل الكاتيجوريز صحيح بالمبدأ بتعرف اليوم في عندك كذا مصدر إن كان وكالة وكالات محلية برجع عندك وكالات عالمية صحيح الخبر مثل ما هو محطوط بدون أكيد إذا بدك سياغة تحرير لمفترضين عمل وفي عندك مراسلين بكل منطقة يعني نحنا اليوم عتبري بكسروين أنا بكل منطقة في حدا بيبعث لي أنه هون صاير شي هون في خبرية هون في شغلة منتأكد مننا أكيد بشأنه إذا واحد وعتبت سر لأنه هلأ بتركز على الفيك نيوز يعني هلأ لتريند هلأ هو الفيك نيوز بكل موضوع عنا بدنا نتأكد من المصدر إذا المصدر صح ولا هلأ عم نشهده بعصر ما هلأ صح شو السر بدأ قلك شاغل اليوم مثل ما كنت عم قول أنه يلي ما بيعتمد مصادر دقيقة ويلي ما بيعتمد أنه هو يدقق بالخبر شي طبيعي يحط خبر وصل له واتساب أو شايفه على الفيسبوك ويلي هو بيندرج بإطار الفيك نيوز واليوم نحن قدام اختبار أنه نقدر نكافح فعلا الفيك نيوز لأنه يمكن هلأ لأم توقف مع بعد الصور نرجع للموضوعنا جان هوني جديد نوا موقع جديد نوا صحيح هون كان انت حفل السنوي لشبيب كسروان وموقع جديد نوا هون انت لقيت كسروان نيوز ببلدية جوني وبرعايتها هوني كمان كان فيه متل تقدير من الكشاف فوج الديسي صوفيا الصفرة هون درعة تقديرية هون درعة تقديرية كمان هاو دي كانوا بابا كسروان بحفل انطلاق كسروان نيوز ان كان من بلدية احراجل من شباب احراجل من نادي فريا كان فيه كذا كذا حدا رح نرجع لفاكي نيوز جون كنت عمقول انه حتى اليوم بيجوا بحطوا حيالا لوغو اعتبرنا جديد وبيحطوا خبر منسوب لأله مو غير صحيح منه موجود اونلاين او منه موجود على ولا شيء بالشبكة فهيدي مكافحة الفاكي نيوز بتطلب جهود من الكل صار فيه هلأ بعتقد جمعيات بلاشت تطلع عم بيكافحوا هالزاهرة من خلال انه يبينو لك الصح والخطأ صحيح واليوم مطلوب انه تتجامع وهالبويسات الليك اليوم بيبعطوها عبر الواتساب بي تبيعملوا خلع عند المواطنين صح انه كمان هولي هولي تحل بين درجو يمكن تعملوا ضغط نفسي ضغط ثورجي اجتماعي انساني يعني بيضل كمان بإطار الفاكي نيوز ويمكن يكون صحيح بمكان ما بس اليوم بدنا كلنا نكون ايد وحدي كوسائل اعلام لنقدر نكافح هالزاهرة لانه كل واحد ما فيه حدف وقراص وخيمة صحيح الاعلام التوجيهة بدأ ارجع له هل بتعتبر انه الاعلام التوجيهة هو اليوم العنوان اللي لازم نرتكز عليه كرمال المجتمع يعني انا بعتقد انه السقافة والفكر كلهم بأسروا بالمجتمع وبيخلوا المجتمع ينمى ويتطور التوجيهية بمعنى انه نحن اليوم عم نحكي مش بس نقل الخبر بدنا نخلي الناس مش رح اقولك انه نقعد نعلمها ونسقفها لا كل واحد عنده طريقته بالتعاطي وعنده طريقته بس على القليلة على القليلة نظهر امور تساعده معاناة انت كمان اليوم قدي للشعب انه تظهر وجع الناس من خلال مقالة يعني تقليك شغلي انه انا بقول التربية كتير مهمة بالمجتمع والاخلاق والانسانية يعني اذا انت بهال بهالصحافة او برسالتك الاعلامية ما بدك تروح تتوجه لهيدا الموضوع لتنشئة هالاجيال بالطريقة بالكتابة السلسل خفيفة والمرتبة كل العالم بتحب القرية كل الناس حشرية بمجتمعنا بلبنان وما الناس عايبة كل واحد بحب يطلع بحب يقرأ للأسف انه فيه ايام عم نقرأ الاشياء البلطعمة وعم نترك الاشياء المهمة واللازمة بحياتنا وحيات ولادنا على جنب نحنا اليوم بدنا نوعي هالفكر النايم بكل شخص بدنا نوعي هالموهبة بدنا نوعي بدنا نكون نحنا نعمل motivation لكل انسان بيقع الصبح ومنه طايق يعيش بلبنان خصوصا بيظل هيدا الظروف وبهيدا الوضع يمكن في كتير ناس بيقول لانه ليش هالشخص عطول متفائل انا شخصيا بيعتبر انه ايماني برب وانه ربنا كاتب لي اللي لازم ينعمل وانا راضي انه هالقدة وكيف لازم يكون هيدا الرضا او هيدا الاكيفاء وشكر الله على كل شي هو بيخلي هالانسان يكون متفائل ويقوم كل يوم ما يتطلع بالمادة بعرف الاستمرارية هي بدنا احكي عن الاستمرارية تكون بالوضع المادي اللي نحنا عم نعيشه تعرف كتير مواقع سكروا فيه مواقع سكروا لانه كانوا بكاكين فيه مواقع سكروا فعلا لانه المادي تطلب مادي اليوم انتو كيف عم تتمولوا حالكم انا امن بشغلي انه الكونسبت طبع الموقع او طبع الصفحة هو بيخليها تستمر يعني اذا اليوم بلشنا لا مش بس اذا بلشنا العملنا بدون اي غاية مصلحة او مادي او ما بعرف بعيدا عن الرسالة الاعلامية الصحيحة يعني انا عملت شي بحبه وعملت شي انا بحب ساعد المجتمع ما راح اجي قللك ادعي انه انا بحب الخير وهذا اذا انا ما كنت من جوا مقتنع بهذا الموضوع انا بلشنا قلنا 6-7 سنين اول ما بلشنا بدون ما كان عنا شي كان تمويل ذاتي كنا قادرين بدل ما يكون عنا دفع لوف كنا عم ندفع بعدنا بالعشرات يعني ما كان عنا كلفة مثل ما بيقولوا لما اطورنا صار فيه كلفة لما اطورنا جربنا نشوف البلديات جربنا نعتمد على التسويق الاعلاني يعني بعيدا عن السياسة يعني اليوم اذا كان فيه بالبلد انتخابات او كان فيه حيالة استحاء كان يكون فيه اكيد اشتراكات لتنزل اخبار لتصير فيه انعاش لها الصحافة بس ما تكون صحافة رايحة لشخص ولفرد وتحارب بطريقة مانا صحافة يعني حرة ومستقلة يعني بتكون موضوعية وتكون عم تغطي الكل يعني ما تكون جنود الكترونية تكون صحافة فعالة صحيح صحيح انساني ينبش ويشوف يعني اليوم انت بتعتبر ان المصدقية هي عنوان الاستمرارية اكيد المصدقية والموضوعية اذا بتنقل الاخبار بموضوعية بينجح الموقع انا ايام ما باعتمد تحليل شخصي وما بعطي رأي لا بسلطة ولا بصورة ولا 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 بحط كل الوقاية قدام الناس قدام الرأي العام وهو بيقرر ساعتها ما بيجذب عليك انه وما لازم حدا من الصحافة الموجودة اليوم الاعلامية والمرئية تظهر ميولة تتحكي عن الاعلام التقليدي قبل ما اختم حلاتي معك بين الاعلام التقليدي والاعلام الجديد صح خذرتك شو بتفضل نحنا اليوم انا عم بعمل دراسة وبعدها يعني تكتمل فيما بعد انه كيف عم ننتقل نحنا من الاعلام التقليدي للجديد ونحنا بطور الانتقال وبعتقد نحنا مطاولين يعني لانه عندك القصص اللي نحنا تعلمناها واللي خلقنا المبادئ وكل هالضوابط اللي كنا نتعلمها بالكلية او حتى اليوم خلال ممارسة عملنا لانه كل يوم في شي جديد وكل يوم في اتلاع على موضوع هيدا راح اختفى بالاعلام الجديد وكنا عم نقول مكافحة ظاهرة الفيك نيوز مكافحة كان للشي يعني اليوم النص بدل ما يكون عشر مقاطع عم بيكون مقطع كمان بديك تلحق الناس شو حب تقرأ كيف عم بيكون السياق كيف عم بيكون التحرير يمكن كل واحد عنده ستيله كل واحد عنده هدفه المعين بالكتابة او لمين بده يتوجه او جمهوله بس انا بقول انه بعدنا باللبنان عنا ثقة بالاعلام التقليدي عنا ثقة بالجرائد عنا ثقة بالمنون اونلاين او صاروا اونلاين بالتزامن مع بعضه عنا ثقة بالتفيات اللي هني كمان تحولوا لاعلام جديد بنفس الوقت وبقيوا على التفي يعني ما بدي بقى اقول تقليدي بس عنا ثقة بهوض الاعلام اللي موجود من قبل وبطل كتير عنا ثقة بالاعلام الجديد او ال اونلاين اللي رايحين نحنا كلنا عليه لانه تداول المعلومات عم بيكون بشكل خاطئ عم بيكون بشكل عشوائي ما عم بيكون عنا مصادر عم بيكون لغيات معينة جانب داشتك عوجودك معي ودايما على المعلومات اللي بتعطينا ايها مشاهدينا وصلنا لختم حلقتنا لليوم ملتقانا نهار بتانين ببرنامج عالمواعد اشتركوا في القناة